اشتركوا في القناة والمسيق والتعاون المشترك بينهما من تطور وتقدم وأكد العاهل المفدى الحرص المشترك على تطوير وتنمية هذه العلاقات العريقة على كافة المستويات بما يخدم المصالح المشتركة لبلدين وشعبيهما الصديقين وقد أطلع جلالة الملك المفدى السيد ألندانكين على أهم نتائج الزيارة الناجحة المهمة التي قام بها جلالته لجمهورية مصر العربية الشقيقة مؤكدا جلالته أهمية دعم جمهورية مصر العربية في مواقفها المبدئية ضد التطرف والإرهاب كما بحث صاحب الجلالة مع عضو حزب المحافظين البريطاني خلال اللقاء الأوضاع المسجدة في المنطقة وآخر تطورات والأحداث الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك كما أشاد جلالته بالدور الذي اطلع به المملكة المتحدة مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وقد أعرب النائب ألندانكين عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى على ما يليه جلالته من اهتمام وحرص على تطوير وتنمية آفاق التعاون الثنائي بين المملكتين مشيدا بدور مملكة البحرين وجهودها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر